حل مشكلة الدخول على صفحة الروتر من الموبايل ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ شرحه النهاردة تعمل لي لايك للفيديو ده ويقول ما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ازاي اقدر ادخل لصفحة اعدادات الروتر من الهاتف يلا بينا كده طبعا دي مشكلة بتقابل الناس كتير ان مش عارفين يدخلوا على صفحة الروتر يغيروا بقى الرقم السري يغيروا الاسم الروتر فيلا بينا هنروح مع بعض على جوجل كوروم ده شكل جوجل كوروم بيكون عندك على الموبايل ببدأ ان انا اضغط عليه لما هضغط عليه ملحوظة قبل ما هبدأ الشرح معي لازم تكون مسجل باسم الروتر بشبكة الروتر عشان يفتح معك عادي بنبدأ نكتب في البحث ايه واحد تسعة اتنين ضد واحد ستة تمانية غلط ناس كتير بتعملوا ان بمجرد ما بتكتب واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية بيجيلك في البحث هنا حاجات كتير فبيبدأوا يضغطوا عليه فطبعا ده غلط انا عايز ادخل بالبحث بتاعي ببدأ اكمل ضد واحد ضد واحد واحد تسعة اتنين ضد واحد ستة تمانية ضد واحد ضد واحد وببدأ ان انا اضغط على الزهاب في الكيبورد ده عندك وبيدخلك عادي طيب لو ما دخلنيش على طول وبدأ يقول لي بقى ايه غير امن بتضغط على كلمة غير امن وبتدخل على صفحة اعدادات الروتر هنا بنكتب طبعا اسم الشبكة بنكتب ادمن بالشكل ده كده وبتكتب كلمة المرور الموجودة آآ اسفل ضهر الروتر بتلاقي في ضهر الروتر كلمة مرور حاجة اسمها باسورد وجنبها رقم بتبدأ تكتب الرقم هنا وبتبدأ تضغط على تسجيل الدخول بيدخلك عادي هنا بقى بتبدأ تضغط على قم باعداد هنا اعدادات الروتر ببدأ نضغط عليها وبتبدأ بقى تغير طبعا هنا حاجتين اسم الشبكة بتاعتك والرقم السري ببدأ اضغط على الرقم السري وبقى اغيره عادي طيب لو انا مش عارفة ادخل هنا بعمل ايه يعني انا خلاص المشكلة عندي ومش عارف ادخل بحمل التطبيق ده التطبيق ده او المتصفح ده اسمه فاير فوكس بتروح على جوجل كروم متجر بلايه معلش بفتح متجر بلايه بابدأ اكتب هنا فاير فوكس بابدأ اضغط عليه كده وبعمله تثبيت وببدأ ان انا اضغط على كده انا نكتب في البحث تاني تحت واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد بابدأ اكتبه كده وبابدأ ان انا اعمل بحث او ازهاب هيجيلك بالشكل ده كده هضغط على كلمة متقدم بابدأ ان اضغط عليها هنا بقولك طبعا اقبل المخاطرة فتابع بابدأ ان انا اضغط عليها وبدخلنا برضو على صفحة الروتر وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربي فيديو النهاردة يكون اعجبكم ياريت تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته